موسيقى الحكومة تتهم الحوثيين بإهدار فرص السلام غدد تصعيدا عسكريا هو الأعنف جنوبي مأرب موسيقى ميليشيا الحوثي تنفذ مناورة عسكرية بمشاركة الطائرات المروحية والمسيرة وتتوعد بهجمات على الموانع الصحة العالمية تقول إنها رصدت أكثر من مئتي إصابة بمرض الحصبة في ست محافظات موسيقى الخامسة من استوديوهات بلقيس أهلا بكم في نشرة الأخبار تقدمها أمل علي ويشا مزيد جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي ترحيب حكومته بكافة الجهود لاستمرار الهدنة أو تثبيت وقف شامل لإطلاق النار بدءا بشهر رمضان وقال العليمي في خطاب بمناسبة حلول شهر رمضان تلاه وزير الأوقاف والإرشاد إن حكومته كانت تأمل في هذا الشهر بأن تتسع فرحة العائلات بإطلاق جميع المحتجزين وفقا لمبدأ الكل مقابل الكل لكنه أكد أن مجلس القيادة والحكومة لن يدخير جهدا من أجل الإفراج عن جميع المحتجزين بمن فيهم السياسي محمد قحطان واللواء فيصل الرجب إلى ذلك وجه العليمي الجهات المعانية بالإفراج عن سجناء المحكومين الذين أمضوا ثلاثة أرباع المدة وكذلك الإفراج بالضمان التجاري لمن أمضوا فترة العقوبة وما يزالون محبوسين على ذمة الحقوق الخاصة من جهته اتهم رئيس الحكومة معين عبد الملك ميليشيا الحوثي بإهدار كل فرص السلام غدت السناف الجماعة تصعيدا كبيرا لعملياتها العسكرية جنوبية مأرب وقال رئيس الحكومة في سلسلة تغريدات على تويتر إنه كلما لاحت فرصة للسلام تهدرها ميليشيا الحوثي لمصلحة الحرب التي هي وسيلة والوحيدة للتعاطي مع كل فئات وأبناء الشعب وأكد بأن السلام في اليمن لن يتحقق قبل سقوط الانقلاب والسعادة الدولة وانتهاء أوهام العنصرية والإرهاب والعنف في المقابل أقدمت ميليشيا الحوثي على تنفيذ مناورة عسكرية بمشاركة طائرات المروحية والمسيرة والصواريخ في السعراض يعكس رغبة الجماعة في التصعيد رغم جهود يحياء الهدى ذكرت الميليشيا في وسائلها الإعلامية أن قواتها نفذت المناورة بالتزامن مع دخول العام التاسع للحرب في إشارة لتدخل التحالف بقيادة الصعودية على وقع اتفاقي بكين وجنيف تصعيد عسكري في اليمن حيث أجرت ميليشيا الحوثي مناورة عسكرية شاركت فيها الطائرات المروحية والمسيرة والصواريخ المناورة العسكرية نفذت بحسب وسائل الحوثيين بمناسبة دخول الحرب عامها التاسع في إشارة لعاصفة الحزم التي شنت في مارس 2015 بقيادة السعودية العرض العسكري أتى بعد يوم من هجمات الحوثيين على محافظة مارب وتوعدهم باستهداف موانئ الحكومة والتحالف وبالنسبة لمراقبين فإن المناورة الحوثية الأخيرة ليست سوى استعراض يعبر عن رغبة الميليشيا بالاستمرار في ابتزاز الحكومة والضغط على السعودية لنيل المزيد من الامتيازات كانت السعودية قد شنت في اليمن ضمن تحالف عربي حربا عسكرية بهدف إخضاع ميليشيا الحوثي واستعادة الشرعية وبعد ثمان سنوات من عاصفة الحزم يستعرض الحوثيون قوتهم العسكرية بالتوازي مع حصدهم مكاسب ميدانية من التهدية التي بدأت مطلع أكتوبر 2022 دوليا كانت الأمم المتحدة قد حققت إنجازا مهما عبر اتفاق جنيف لتبادل الأسرى المتنظر تنفيذه منتصف رمضان الجاري إلا أن هذا التصعيد العسكري قد يعجد الأمور إلى بداياتها وهو ما يعني بالنسبة المحللين أن الحوثيين إما يرغبون بإفشال جهود جنيف أو أنهم يمررون خطة تسمح لطهران بابتزاز الرياض لكن سياق الأحداث تقول بأن الحوثيين يستثمرون المناخة الإقليمية والدولي أملا في جني مكاسب جديدة حصدوا قبلها الكثير عبر سياسات الهجمات الجوية أو التلويح بتهديد الملاحة الدولية أفاد مسؤولون أمنيون والصحيون بأن ما لا يقل عن 16 جنديا قتلوا في المعارك الدائرة بين القوات الحكومية وميليشيا القوتي بمديرة حريب جنوب مارك نقلت وكالة سوشيتا دي بريس عن مسؤولين أمنيين وزعيم القبلي قولهم أن القتل 16 كانوا من طرفي القتال وأن 20 آخرين أصيبوا في المعاركة أضافوا أن العنف أجبر العديد من العائلات على مغادرة منازلهم قبل ساعات من بدي شهر رمضان هذا ومسال ربعا شنت قوات العمالقة ومحور سبا هجوما واسعا مضادا استادف مواقع وخطوط إمداد الميليشيا التي سيطرت الثلاثاء على جبال البوارة ومواقع أخرى جنوبية مدينة حريب في أعنف تصايدا عسكريا منذ أشهر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر مع حلول شهر رمضان لسنة الثامنة حرب يشهد المواطنون بمحافظة مأرب في توفير ما أمكن من مباهج شهر الفضيل من احتياجات غذائية وأدوات مختلفة يحاول الناس تجاوز منقلصات الحرب بكثير من الصبر ومكابدة الواقع واستحضار كل ما له علاقة بمناسبتهم السنوية الشوارع والأحياء المبتضة وزحام العائلات في الأسواق هكذا تستقبل هدى عبد الباقي كغيرها من الناس هنا شهر رمضان إذ يصنعون البهجة رغم أحزانهم الكثيرة ومتاعب الحصول على أبسط أساسيات العيش رغم الغلاء والصعوبة وصعوبة الحروب والأشياء بالرغم أن الناس فرحين بالشهر الكريم ومستقبل شهر رمضان بكل حيوية وكل فرحة منغصات الحرب وتداعياتها الاقتصادية أثرت بشكل كبير على مناسبات اليمنيين المختلفة في مأرب على وجه القصوص لكنها لم تغير من حفاوتهم بقدوم هذه المناسبة الرمضانية رغم قلة الحال وضعف قدرة المواطنين الشرائية نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغدائية إلى مستويات قصوى مع اتساع الأزمة الاقتصادية الحادة هذه الأجواء عادتنا إلى أيام زمان وأيام استكبال رمضان بفرحة وسعادة والبهجة هذه التي تحيط بالناس جميعا وإن شاء الله نحن نظل على هذا الحال يعني كل حاجة غالي كل حاجة ما تقدر شتريه خصوصاً اللي يكون فقير ما يقدرش يشتري دل حاجات يعني يضطر واحد يروح يسلف وليه حاجة علشان حاجة ايه؟ عشان حاجة بيته لرمضان طقوسه وخصوصيته عند اليمنيين إذ يحاول المواطنون في هذه المدينة توفير ما أمكن من احتياجات المناسبة الدينية في ظل غياب الدولة التي لا تتلمس هموم المواطن أو تهتم لشؤونه ولو من خلال مشاريع وخدمات تعني المواطن أولاً وتعيد ثقته بالدولة التي طالما تمنى حضورها الفعلي في حياته في تحدي صارخ للحرب وظروف الحياة الصعبة يحاول الناس هنا الانخراط في المناسبات السنوية وما تحملهم من طقوس وذكريات كاستقبالهم لشهر رمضان الذي يحل للسنة الثامنة وألاف العائلات اليمنية تمني نفسها بالعودة إلى ديارها بدلاً من مناطق النزوح والشتات علي الجرادي قناة بلقيس مأرب في مار بيضاً نجحت الفرق الفنية في منشاة صافر للغاز من إصلاح خلال فني على إثر اكتشاف تسرب في أنبوب قادم من أحد الآبار قال مصدر في المنشاة أن الحادث أدى لإيقاف جزء من منشاة صافر عن العمل وإيقاف إمدادات محطة الكهرباء بالغاز أضاف المصدر أن الفرق الفنية داخل المنشاة قامت بإيقاف جزء من المنشاة حتى لا تتأثر البقية وقامت بإغلاق البئر التي تغذي الأنبوبة حتى توقف تسريب الغاز وتعمل على حل المشكلة وتمكنت الفرق الفنية من إصلاح الضرر وسيعاد تشغيل المنشاة خلال ساعات بكامل طاقتها واستبدال الأنبوب التالي إلى شان آخر الآن حيث رحبت جامعة الدول العربية باتفاق الحكومة اليمنية والحوثيين على خطوة للإفراج عن مئات المحتجزين معتبرة ذلك خطوة إيجابية لبناء ثقة ودعت الجامعة في بيان إلى متابعة مثل هذه الخطوة وتعزيزها بخطوة أخرى في القريب معربة عن تطلعها لإنهاء معاناة جميع الأسرى والمختطفين كما عربت عن تطلعها أيضا بأن يكون ذلك الاتفاق مقدمة لتحصين الظروف الإنسانية بعد طول المعاناة التي سببتها الحرب في أنحاء البلاد كافة واعتبرت الجامعة العربية أن شهر رمضان يمثل مناسبة لإعلاء قيم التسامح والسلام متمنية الإقدام على مبادرات لإطلاق صراح المزيد من الأسرى بالعودة إلى مأرب ينضم معنا من هناك مراسلنا خليل الطويل مرحبا بك خليل خليل كيف هو الوضع الآن في جبهة حريبة التي تشهد تصعيد عسكري منذ يومين هناك تأكيدات لأن كبهة حريبة تحديدا قرب المدرية شهدت مواجهات موطة الطعام تجنع اليوم بين قوات الجشوى وميليشي الحوثي هناك اجتماعات من كبهة الميليشي الحوثي في تكرار حجماتها العتكرية لأطيط على مواقع جديدة في هذه الجبهة في المقابل أيضا هناك تصدي من القوات الحكومية تصديدا قوات العمالكة ومحفوظة إكشان مستمر لمحاولة الحوثي سواء العمليات العسكرية بشيء كامل أو حتى تلك المحاولات الفردية من تسلولات واشتباكات مفدودة بمطاط يتمدد ويتوسع بشكل سواثم في الأسابيع الماضية كان هناك هجمات عسكرية متددد نعم خليل هل مازلت معنا خليل هل تسمعني يبدو أننا فقدنا الاتصال بمرسلنا خليل الطويل إذن شكرا جزيلا لك خليل ونكمل أخبار هذه النشرة حضرت أحزاب التحالف الوطني بمحافظة مأرب من انتكاسة اتفاق جينيف إذا لم يشمل الإفراج عن جميع المختطفين دمام فيهم السياسي محمد قحطان قالت الأحزاب في بيان مشترك إن عدم ضم السياسي محمد قحطان إلى قائمة المشمولين بالإفراج عنهم في صفقة تبادل الأسرة يهدد بانتكاسة لما تم الاتفاق عليه جزئيا في المفاوضة الأخيرة بسويسرا وحملت الأحزاب الوسيطة الدولية والحكومة مسؤولية أخلاقية للمطالبة بإطلاق قحطان مشددة على أن القضايا الإنسانية لا يجوز تجزيتها وانتقائيتها على الصعيد الإقليمي اتفق وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان مع نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان على عقد لقاء ثنائي بينهما قريبا لتمهيد الأرضية لإعادة فتح السفارتين والقنصليات بين البلدين وقالت وكالة الأنباء السعودية إن الوزيرين تبادل التهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أدوى كان عبداللهيان قد قاد في وقت سابق أنه سيلتقي قريبا بوزير الخارجية السعودي مضيفا أن إيران اقترحت ثلاث دول لاستضافة اللقاء واتفقت سعودية وإيران في وقت سابق من الشهر الجاري على سعادة العلاقات بعد سنوات من العداء الذي سهم في تأجيج نزاعات في بلدان منها اليمن وسوريا إلى الشامل الإنساني حيث وفد البنك الدولي بأن أكثر من نصف السكان في اليمن يفتقرون للمياه الصالحة للشرب وخدمة الصرف الصحيح وقال البنك الدولي في تقرير بمناسبة اليوم العالمي للمياه إن اليمن من بين أكثر بلدان العالم شحان في المياه هذو لا يحصل نحو ثمانية عشر مليون نسمة على المياه الصالحة للشرب وخدمات الصرف الصحيح المأمونة وشر إلى أن العبء الأكبر في الحصول على المياه يقع على كاهل النساء والأطفال إلى ذلك قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونسيف أنها نفذت بدعم من البنك الدولي مشروع مياه يعمل بطاقة الشمسية يستهدف تسعة آلاف وخمسمائة شخص في محافظة صعدة من جهتها كشفت منظمة صحة العالمية عن رصد أكثر من مئتي حالة إصابة مؤكدة بمرض الحصبة في ست محافظة يمنية ووفق المنظمة تأتي محافظة عدا على رأس القائمة بعدد 71 حالة إصابة تليها محافظة تعز ب60 إصابة ثم حضر موت وأبيان ولاحج والضادع أشار التقرير إلى أن إجمالي الحالات التركمية المشتبه بها منذ مطلع العام الجاري تبلغ 3674 حالة فيما بلغت الوفايات المرتبطة بالحصبة حتى الآن 34 حالة وفاة أغلبها لم تقضع للتحصين نفذ تحالف أو إلى تعز حيث نفذ تحالف شباب الأحزاب وقفة احتجاجية للتنديد بالقطاع خدمة الكهرباء الحكومية عن المحافظة بشكل كلي رفع المحتجون الشموع احتجاجا على استقبالهم شهر رمضان وهم في الظلام نتيجة غياب الكهرباء الحكومية للعام التنسع على التوالي طالب المحتجون خلال الوقفة بعودة خدمة الكهرباء الحكومية أسوة بباقي المحافظات الواقعة تحت نفوذ الحكومة وشكوا من أن الكهرباء التجارية فاقمت معاناتهم نتيجة ارتفاع تكاليفها ومنذ بداي الحرب تعاني مدينة تعز انقطاعا كليا للتيار الكهرباء الحكومي في حين توسعت شركات الكهرباء التجارية وزادت رسوم الاشتراك فيها نبقى في تعز حيث تتزايد معانات المواطنين في المدينة مع السمرار الحصار الذي تفرضه من الشي الحوثي للعام الثامن وتتجاهل شرعية المعاناة المترتبة على هذا الحصار كما تقف مكتوفة العيد في صنع معالجات لأبسط المعضلات لتخفيف عب الأزمات على ساكن المدينة تأرجح واقع المدينة بين حصار ميليشيا البوثي وخوكنان الشرعية راكم الأزمات على المواطن الذي يفض حربا ضد الجهور كيف ذلك؟ بالعودة إلى عام 2015 شهدت المدينة بداية حصار الانقلابيين ما تسبب منهيار الأوضاع المعيشية بشكل تام غير أن مارس 2016 حمل البشارة بكسر حصار المدينة جزئيا نتيجة تحرك عسكري لقوات الجيش والمقاومة الشعبية آنذاك في حين ما تزال المنافذ الرئيسية للمدينة مغلقة حتى الآن إغلاق المنافذ الرئيسية بشكل تام فرض على تجاري نقل بضائعهم عبر طريق النقروض وهيجة العبد ولبعدهما ووعورتهما تسبب بارتفاع مهول لأجور النقل من عكس سلبا على أسعار السلعي في السوق حيث وصلت زيادة ببعضها إلى ما يقارب 400% مقارنة بسعرها في المحافظات الأخرى كل هذا تسبب به حصار الميليشيا والسؤال أين دور الحكومة الشرعية في تخفيف عبء الأزمة على السكان الحكومة الشرعية بدت مصدوبة القرار في إنهاء حصار المدينة عسكريا ومدرهلة في صل معالجات للمتوفر من الحلول كرصف وتوزعة طريق النقروض وإنجاز ما وعدت به في إصلاح وترميم المنفذ الغربي الوحيد للمدينة كما أنها لم توفر الخدمات الأساسية للمواطن فسوة ببعض المحافظات المحررة ومع حلول مناسبة شهر رمضان يتراكم الهم على أرباب الأسر في توفير متطلباته وفي هذا السياق عضرت المؤسسة الاقتصادية بمعرض رمضاني بأسعار مقفضة حتى وصف القائمين عليه لكنه سلعان ما تعرض للنقد من المواطنين نتيجة عدم وجود ما روج له على خالد قناة والقيس تعس إذن يبقى معنا مراسلنا من تعز على خالد لنسأله عن كافة التطورات التي تشهدها المحافظة أهلا وسهلا بك معنا أخبرنا في البداية عن الوضع الميداني في جبهات القتال في محافظة تعس على هل تسمعني على يبدو أننا نواجه مشكلة في تواصل مع مراسلنا على سنحاول معودة التواصل معه لاحقا إلى ذلك الحين إلى اللقاء اعتذرت إدارة كهرباء مديرية لودر ومودية والوضيع ومكيرز في محافظة أبيان عن عدم تحسن الخدمة خلال شهر رمضان نتيجة نقص الوقود وقالت الإدارة في رسالة اعتذار للسكان إنها لم تتلقى استجابة من الحكومة بشأن مطالبها لزيادة مخصصها من مادة الديزل وإشارة لأنها عملت كل الحلول لضمان سمرار الخدمة وزيادة التوليد خلال شهر رمضان لكن حصتها من الوقود لا تكفي بدوره ناشد المواطنون الحكومة ووزارة الكهرباء ومحافظة أبيان ضرورة وضع حلول عاجلة تسهم في رفع حصة محطة كهرباء لودر من الوقود افتتح برنامج حيث الإنسان التابع لمؤسسة توكل كرمان مشروع مدرسة نشوان الحميري في محافظة مارب وسط حضور جماهيري وخلال حفل الافتتاح دعا مدير مكتب التربية والتعليم على العذاب المنظمات والليئات العاملة إلى أن تحضو حدوى مؤسسة توكل كرمان في تبني ودعم المشاريع المصدامة في قطاع تعليم وقال إن مدرسة نشوان الحميري ستخفف من معاناة الطلبة النازحين الذين يقطعون مسافات طويلة للوصول إلى المدارس المقتضة في قلب مركز المحافظة من جاتهم عبر الأهالي في مخيمات جو النسيم عن امتنانهم لمؤسسة توكل كرمان التي أنشأت مدرسة تستوعب المئات من أبنائهم الذين حرموا من الدراسة أو واجهوا صعوبات في مواصلتها نظرا لعدم توفر منشاة تعليمية نحن سعداء اليوم ونحن في اليوم الأخير من شعبان ونستقبل اليوم غدا شهر رمضان مبارك نفتاح مدرسة نشوان الحميري على نفقة مؤسسة توكل كرمان نحييها من هذا المنبر ونشكر هذه المؤسسة التي بنت في العام الماضي مدرسة عرش بلقيس للمدرسة الاحثيات الخاصة وهي اليوم تبني مدرسة نشوان الحميري لتحفظ أبنائنا الطلاب من الضياع لتحفظ أبنائنا الطلاب من التسرب لتخفف عن مدارسنا في مديرية المدينة من الضغط الكبير الذي تواجه في هذه المدرسة ستستوعب أبناء هذه الحارة والحارات المجاورة ندعو من خلالكم جميعا من خلال هذا المنبر كل المنظمات أن تحدوا أحد هذه المنظمة وحدوا المنظمات الأخرى نفذت السلطات المحلية والأمنية في محافظة لاحج حملة أمنية مشتركة للتخفيف من الازدحام وإزالة البسطات من وسط شوارع مدينة الحوطة وقال مدير عامي مديرة الحوطة سامي سالم إن الحملة سادفت شوارع المدينة وتم تنظيم الباعة في السوق وإزالة البسطات من وسط الشارع لتاحة الفرصة أمام المواطنين بالتسوق بكل يسر إضافة لتنظيم حركة مرور سيارات والحد من الزحام سيارات ودراجات نارية وتأتي الحملة تنفيذا للخطة الأمنية في المديرية والمحافظة ومن المتوقع أن تسمر الحملة خلال شهر رمضان المبارك تبث قناة بلقيس اعتبارا من مساء اليوم برامجها الرمضانية حيث الإنسان وليالي بلقيس كما تبث برنامجها السياسية التوثيقية شاهد في موسمه الثالث اكتسب برنامج حيث الإنسان الذي تشرف عليه مؤسسة توكل كرمان للموسم الخامس خبرة واسعة في إنجاز المشاريع وضمانة ديمومتها يخص البرنامج الذي يبث التاسع مساء جائزة أكثر المشاريع حضورا وقيمة وأسبوعيا تخضع ثلاثة مشاريع لتصويت الجمهور إضاف إلى ثلاث جوائز خاصة لمستخدمي لغة الإشارة وعن برنامج الشاهد في موسمه الثالث الذي سيبث الحادية عشر وخمسة دقائق فقد خصصته بلقيس عن تجربة اليسار في الشمال وجنوب اليمن حتى تقدم الحلقة الأولى شهادة المفكر والمعارخ اللبناني الصحفي فواز طرابلسي أما برنامج ليالي بالقيصة الجماهيري في موسمه الثالث الذي يبث الثانية عشرة فسيدشن بهوية جديدة وجوائز يومية تصل إلى أكثر من مليون ريال يوميا نهاية النشرة تذكير بالعنوين الحكومة تتهم الحوثيين بإهدار فرص السلام غادة تصايد عسكري هو الأعنف جنوب مالك ميليشيا الحوثي تنفذ مناورة عسكرية بمشاركة الطائرات المروحية والمسيرة وتتوعد بهجمات على الموانئ أحزاب مارف تحضر من انتكاسة اتفاق جينيف إذا لم يشمل الإفراج عن جميع المختطفين والمخفيين الصحة العالمية تقول أنها رصدت أكثر من مئتي إصابة بمرض الحصبة في ست محافظة مشاهدين كان هذا كل ما لدينا في هذه النشرة ستكون محافظة في المتحدة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة